السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد البراهمي وفي هذا الفيديو سأهضر لكم على EOST مدرسة العليا للتكنولوجيا سبق لي وانا اتكلمت على EOSG وهضرت على OFPPT ففي هذا الفيديو سأهضر على EOST ولكن سبق لي ادت واحد الفيديو لتوجيه فيه كسر من ساعة اشرحت فيه قاعد المدارس المدارس كامم المدارس كامم المدارس جميع المدارس والمعاهد والكلية والبكالورية والانتقاء هضرت عليهم في هذا الفيديو حتى هو سأجد الرابط والتفرج فيه الفيديو سأتكلم على EOST كما معروف في الفيديو انا اعطيه جميع معلومات على المدرسة من الأول حتى الأخر يعني اذا تعرف كل شيء على EOST من الأول حتى الأخر تفرج الفيديو سأتستاذ منه كما تقريفه اما الناس من الأول أو يعني اذا عندك جديد البك و تتقريفه عن الحق تقريفه أو الناس من الأول يعني ان يقرأ واحد عامي في شيء أخر و يريد أن يكمل العام الثالث لأنه يستاذ فيها 3 سنين اما عامين تقدر تقرأ عامين و تقدر تقرأ عامين و تقدر تقرأ عامين سنقرأ عامين أقادير، أسفي، سلا، مكناس، صويرا، بني ملان، قلميم، العيون، خنيفرة، سيدة بن نور، قنيطرة، قيبن صالح، الناظر، الداخلة، قلعة سراغنة هذه المدن التي افتتها لكم سأخذهم من المدكرة الوزارية التي تخرج كل العرب واضح أن هذه المعلومات كاملة التي أعطيكم في هذا الفيديو سأخذهم من المدكرة الوزارية هذه المعلومات كاملة التي أعطيكم في فرلا فيديوهات القدام سأخذكم مصادر موطوقة وأعطيكم ما معلومات الصحيحة لكي لا يكتب عليكم شيء واحد وأنا دائما أضع المصادر التي تحتها سأخذ المصادر التي أعطيكم معلومات كاملة لذلك، مزيان، قلنا كانت 18 يوزار في المغرب فأنا أريد أن تقيد في شيء يوزار من هذا ما نريد أن نقوم بها؟ أول شيء، سأخذك الباك سأخذ الباك ولكن الباك يكون لدي العام الذي جديته لدي العام الذي تقرأ فيه ولدي العام فيه ثاني شيء أخذك تعرف أنه الشعب الذي فيهم على حسب نوعية الباكالوري الذي لديك يعني الشعب يعني كل يستي في المغرب يكون فيها بعض الشعب واضح، يعني بحال الأوليقية لا يوجد كل يستي يكون في مكامل نفس الشعب، لا كل يكون والشعب وأنا في الأخير سأخذ لكم الشعب الذي لا أخذ لكم كل شيء لكن سأخذ الجدول في جميع الشعب سأخذ جميع الشعب لذلك لذلك قلنا تختار التخصص في اليستي على حسب نوعية الباك يعني ليس جميع التخصصات يعني يبع تخصصات في اليستي لكل التخصص وهذا الباك الذي يقبله فيه مزيان لذلك أغلبية الباكالة التي يقبلها باكال علميين يعني إما يكون عند الباك علم جربية يعني علم فيزيعية أو علم حياة والأرض أو علم زراعية علم رياضية ألف أو با علم اقتصادية أو المحاسبة وعلم مهني يعني باكالوريا مهنية وهذا ما يمكن تقبله في اليستي مزيان لذلك أهدمنا على نوعية الباك ثاني شيء نقطة الباكالوريا نقطة الباكالوريا مهمة في الانتقاء يعني من يتقيه من يتقيه في المدرسة كيف يقوم بالانتقاء كيف يجعله كيف يجعله نقطة الانتحار الوطني ؟ نقطة الانتحار الوطني 870 منها واضح ونقطة الانتحار الجاوي يجعله 25% منها يعني نقطة الانتحار الوطني و22% منжحار الجاوي كيف تريدك نقطة الوطني يضربوها بنسبة فاطلة 5.7 70 أنه devastال أنه نقطة الانتحار الوطني ويضربها في 0.25% هي 25% منها يجمعهم المجموعة يضربها في واحد معامل الذي يسمى معامل توجهه كل شعبة لديها معامل توجهه يعني كل باكالوري لديها معامل توجهه ولا حسب التخصص الذي اختارته كيف لا ترى هذه الدولة التي مخرجها الوزارة يعني في مذكرة وزارية نرى مثال يعني مثالا هذه الشعبة في الوزارة في الوزارة بالنسبة للباكالوري مثال باكع علم اقتصادية معامل توجهه 1.4 في الباكع علم تدفع المحتباتي 1.4 في الباكع علم ريادية ألف 1.3 علم فزيائي 1.4 لذا هذا المعامل توجهه كل واحده عنده معامل توجهه يعني كشفت 25% جهوي وطعني 25% جهوي كتتجمعون كدراف معامل توجهه هذه النقطة التي حصلت عليها هي تضعها و تضعها فلاليس في هذه الساعة ترى اختيار الى النقطة تأخذ من الأول الثاني الثالث الراعب مثالا نقوله و تخصفوا أن المقاعد محدودة مثالا كل مدرسة تأخذ واحد المقاعد كيف ترى الجدول هذا مثال اخذته عام 2020 وهذا العام 2022 واضح هذه الجدول التي ترى في دابة التي ترى الصبراليين كيف ترى الجدول هذا مثال الفاس واخده 1070 مثال كناس واخده 1030 حتى الثالث الى الداخلة 116 مقاعد محدودة مثال نأخذ مثال الداخلة اخر حاجة 116 أولين حتى تقبل حتى تقبل حتى تقبل حتى تقبل حسب المدينة سوف نعود مزيدا و سوف نعود و سوف نشرح مزيدا هذا هو التسجيل كل عام تخرج الناموذكرة وزارية بالنسبة للتسجيل في مراحل ركزوا معي مزيدا هذه ملقرة مهمة التسجيل في مراحل واضح لا تقول لها إذا خرجوا للرسلطة و لا تقبل في الست هذا يعني أنك لا تقبلت الشركة باقي لديك أمل تتبع معي الاخر و تفهم ما هو إذا أريد التسجيل تذهب إلى موقع يسمى التوجيهي بوان ما هذا الموقع يتخلي أول شيء نتكريكونط يعني الأمر الأولى كان المراحل يمكنك أن نرى من المراحل تسجيل ثلاثة المراحل هذه المراحل الأولى المراحل الثانية المراحل الثالثة تسمى المراحل التكمليلية جئنا للمراحل الأولى ندخل الموقع يتوجد بوان ما أول شيء نقريكونط نفتح حساب عندهم ماذا نعطي أن يخبرني مغربي والأجنابي واحد المعلومة أنهم ياخذوا 5% من البلس كامل وين اخذوا الناس البلس كاملين يعني الذين يؤخذون البلس في المغرب فراصة في بلاسة لغاية مغريبي هو الشخص المغريبي ولكن يؤخذه بلاستة أخرى واضح مية ثانية بغي قراف المغريب وين كارج بغي قراف المغريب يأخذون 5% منهم و 5% ستاعتين دي المغربة باك مغريبي إذا عندك باك المغريبي تبقى يجب أن تخلط الباك المغريبي يعني يأخذه حساب تدخل تختار مغربي تتعمر بعض المعلومات كود ما صار اسمية الادرس الميديا تليفون الى الاخرى المعلومات التي تطلب منك من المعلومات التي تتعملون و تنشيل تعليم بوالما يسير تعليم بوالما اسم المستخدم و الرمز يعني يسير الكود هذا الكود تعود ترجع للتوجيه بوالما يعني كتف تعليم اخذتي الكود سيطالك و تنشيل توجيه بوالما و هذا تدخل مستخدم كل شيء و اما تغدير ثاني شيء تختار الشعب الذي سيريتك يأتي وقت الاختيار يعني تختار شعب الذي سيريتك يأتي وقت الاختيار و تختار 15 شعب و الاخرية مختلفين لأنهم سيضعوا كل مدن كاملين لكينين يعني تقار 18 مدينة و كل مدينة هي الشعب التي يوجدها منذ انك الشعب يمكنك تختاره يعني مثلا تقدر تخطير ثلاثة فقادير ووجود الداخل وربعة الفمية في اسفي وخمسة في بلاسة إلى آخرين المجموعة هذه الشعب خصم كله 15 واضح أنت كتبت من الموضوع الذي أريدك والشعب الذي أريدك ثاني حاجة ترتبهم هذه مهمة ترتبهم لحسب أنت الشعب الذي أريدك يعني تريدت أن هذه الشعب في هذه المدينة تبعها في هذه المدينة تبعها هذه الخمسة عشر كلام يترتبهم هذه المرحلة ليست المرحلة الأولى وفي المرحلة الأولى من بعد تقيدتي تكون لديكم موحر لك بإنها الحق تسجل وخصم الشعب ونهار لك تكون 5 ياماًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاً تحصل على أنه في هذه المدة حتى يترتبهم للحق مثلا جاءت نهار لها وإحتياجت الشعب التي تترتب فقط تقدر من المره في اليوم that 30 يمكن تتغير فقط تكن يمكن تغير ترتيب واتغير شعب على الحق واحدة مهمة حقا تكون عبدوا هرا خسطين قد ندخل الـ site ديما أعلى غسطين ندخل هاد التوجهة ديما لانه غريب اي وقا تقدر يجاوبون يعني يكون محدد اي وقا تقدر ايجاوبون وكنتي قد لم تشفتش يعني كونه ادخل الموقع وشوف سبا عشي يدخل الموقع وشوف مزيان ههو مع جاوب ماهذا سوف ندخل أنا؟ كانت حالات سوف ندخل في التوجهه سوف ندخل الاشترايا بلاساس مثل Hey, Proposition and Dismission اقتراحات القبول ماهذا سوف ندخل سوف ندخلها هم جوابك مثلا كانت حالات ماهذا سوف ندخل كان الحال الاولى سوف نجد اقتراحات إما قبلك أو لا قبلك كانت حالات قبلك ما قبلك يعني إما قبلك في واحدة أو لا قبلك لو قبلكك مفيد سوف نشرحك كيف نجد ما قبلك أيضا يعني هو أنك لم تقبلت بابع مرحلة اخرى لك لو أن تحتلها لا تحتل المجارب بابع المرحلة الاولية لك ربما أن شخص م izquier من أخر أنت الا تعطي ليس ان تحتل ولم تستطيع يعني من지ها لquya نحن نتائج حول الأولى و حول المناس دعونا الداخل من الوقت من что سيددخل؟ قتل بتتتو surat قتل الاختيارات قتل الاختيارات اختيار الاول أكبر بشكل نهائي المقترح المقدم أو أكبر مقترح المقطع المقدم ثانية، ما هي؟ أكبر المقترح المقادم ولكن أحتفظ بالترشيح لأي اقتراح أفضل ثالثة، أرفض المقترح المقادم و أغادر نهائي المسلسل والترشيح هذا الشيخ مظكرة وذلك كما قلت لكم هي إستلمي أنني سافر الادمسى وفهي التقبل أي أنت الاقتراح من التإيقاب من الطريقة της اقتراحات ومن الطريقة της اقتراحات أردنا Edge الاقتراح الأول أقبل لذلك لاحقاً الاقتراح الأول انك موافق على هذه الشعب يعني لكي تقبل اقتراح الأول هناك أولاً ستقرأ فيها هذا الشعب يعني سوف تقرأها يعني قبلتها يعني من بعد ما تدير تأخذ الباق ديال تتسجل فنان الاقتراح الثاني قلنا هو اقبل مقتراح الولوج المقدم ولكن احتفظ بالترشيح الاقتراح افضل يعني كنقول لهم اقتراح ثاني كنقول لهم اقتراح ثاني كنقبلها الشعبة لاحظوا معا انت فشت حرم حتى تقيت 15 الوحدة ماذا زيان انت ميتانا اخترطتي بلا شوغ ميتانا شخص لديك 15 التي أخذتك منهجتك واحد اقتراح الذي انت واخذار مقتراح ماازال عاجبنك واحدين اخرين حسن منذ نجاتك واحد الشعبة الذي تقدرتها انت غنفتها وصافي ولكن عاجبتك شيء ما عادتك ما تقول لهم كنقبل هذا الاقتراح و لكن صبروا لي مربريتا تال مرحلة ثانية حيث بقي مرحلة ثانية و ثالثة كنقلهم صبروا لي تال مرحلة الثانية حتى نشوف مربعات خرج ديف شوحدة فهذا يعني ان شاء الولي اللي ما تقبلت فيه مننا يقولون انك اقتراحات اللي اخترت انا وما تقبلت فيهم كانت تقول لي بالله تصبر عليها حتى نشوف هذا رابريتو غخليه خزنو لي خزنو لي خزنو لي خزنو لي شوباد وكن خلي لي مربع ما شي واحد اي تاباندونا من هذو كل الولي يعني ما يجيش التما وتختاروني انا يعني يكون قريب لا يصدون مزيان يعني هذا والثاني كانت تقولون خلوا لي هذي قبل هذا المقترح ولكن لا تنسنش ميو اقتراح افضل هذي انت تجاوب عليها هذي في المرحلة الثانية الاقتراح الثالي شن هو هو ارفض المقترح الولوج المقدم او غادر نهائي المستلسل الترشح يعني هذي انا كدر فضل يعني ما بغيتي يستافل يعني هذي الشعب اللي خرجت لي ما بغيته كنت ارجو غفوز سببوز انك تقبلت في شي ايكو تانية تقبلت في لونسي جي او تقبلت في شي او كون انت عاش باك هذا الاحترال التالي هاذ يتوقع في المرحلة الاولى هذا بالنسبة للبكالورية المغربية سوف أكمل في الأخذ الثانية قبل هذا الشهوية على البكالورية الأجنبية جيد المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي يستيو يعني تلك الناس الذين يدارون يحيدونهم و يطلعون الناس الذين يستطيعون و يعودوا يخرجوا مرحلة ثانية يعني يعودوا يجاوبكم هناك تكون أنت يستيب جوجة الناس هذا السيد المرحلة أولى يكون الحظ و يتقبل في مرحلة ثانية يعني تلك الناس الذين يجبون يعني تلك الناس الذين قاعدوا فيNY هنا علينا ليست اقتراحات تقول قبل الأقتراح يعني صافي قبل هذا القصير راحل الذي اجدك لما يكون لك فضل لا يعني لك القادية القادية لك أن تسنى صافي هنا جوج حالة لديك يا إما تقبل إما المرحلة الثانية تشوف إلا جاوك يعني إلا جاوك شي شعب أخرين من ذلك التي تسنى يجدك وصافي وبغيتها لك تختار إلا ما جاء القوى وابقا تغير هذه المرحلة ولكن تشوف لا تفكر مراسات وش بغيتها ما بغيتها المهم هنا لا يوجد تسنى صافي هنا مرحلة الثانية لا تقبل واضح بغيت ما بغيتش واضح يعني كنت تقبل قبلتي زيانا رغا تقراك تجم باكالوريا ديالك لا تقبلتي ما يعمل هؤلاء الناس الثانيين الذين لم تقبلوا المرحلة الأولى يتسنى المرحلة الأولى يتخذ عدد لك مرحلة الأولى إلا تبقى اقتراحات يتحق لا تقبل ويجب أن تقبل ويجب أن يعطيه عنه اقتراحات إذا لم يقبل إذا لم يرفض هنا مرحلة الثانية والثالثة مقشفة قدية ديالك من سنة إما قبل إذا مرفض إذا قبلت سوف يجب أن يجب أن يدخل إلا رفضت الله من بعد المرحلة الثالثة ما يفعله هؤلاء المرحلة الثانية الذي يداره وغفز يستيهم ويطلعون كما يتصل مرحلة تكميلية مرحلة تكميلية ما فيها؟ يعني يدوك الناس هذه المرحلة التكميلية خاصة بالناس التي لم تقبلوها في مرحلة أولى الثانية هل يمكن أن تقبلimen تقبل المطلب يعني سمجد الملحلة اليوم تمتل يجب أن تقبلك ويجب أن يدخل ت drainage إذا اتمتنا لا في مرحلة الأولى لا في مرحلة الثانية و مرحلة الثالثة لم أجاوبتهم لا تتعب الراس مرفوضة حاولوا تدخل غير يغمون للسيت يعني بشكل منظم يوميا في سبعة عشرين قد ندخل السيت لم يجاوبوني وانا تقدروا يجاوبونك أنت لم يجاوبوني واضح هذا هم المراحل تسجيل المراحل تقياد نفس الشيء نفس المراحل نفس الشيء كم نذكر ذلك الفرق هو أنه تزيد في المرحلة الأولى من الذي تقيد و تقريد أجنابي و تختار الشعب و تضعهم الترتيب يجب أن تصفت لهم واحد الملف في الإيميل الذي تسميته ضروري يعني ضروري تصفت لهم هذا في الإيميل يعني ماذا تصفت لهم تصفت لهم نسخة مصادقة عليها من شهلة البكالوريا نسخة مصادقة عليها من بيان نقاط البكالوريا نسخة مصادقة عليها من بطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر نسخة من قرار معادلة شهادة المحصر على البكالوريا الوطنية هذه بالنسبة للمترشيحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أجنبية مؤسسة خارج سراب مغربي تصفت لهم تصفت لهم هذا الشيء ستجوني غير إيميل تحاول أن يفوت 10 ميجا لديناهم 10 ميجا لأنهم لا يفوت 10 ميجا يعني تجمع أنت تسكانهم هذه الورقة و تجمعهم تحاول أن المجموعة تصفت لهم 10 ميجا إلى 10 ميجا تصفت لهم تصفت لهم تصفت لهم و تصفت لهم و تصفت لهم الناس الذين يقولون ماذا ينطيرنا في الوصفة سأقول لكم ما هو دينية و ما هو دين الله يعني الداخلية تتسكن عندهم سأرى المذكرة الوزارية هنا المذكرة الوزارية يقولون هنا يجبوا علاقة 300 سنة ثانية بكالوريا ويعطوهم بلد البيانات مع إطار انتباههم أن المدارس العليا تكون هناك أسفة وسلا ومكناس وصويران وقلمين وابني ملال والعيون وخنيفرة وصيدة بن نور وقنيطرة وفقي بن صالح والناظر هذا كل شيء وستقلات السرنة والداخلة لا تتوفر على الداخلية لا تفهم نطير ما هؤلاء من المذكرة الوزارية مزيان ده أنا تسجلت السيدة تقبلت ونقرأ لاحظة معي أول شيء تقرأ عاما وكل عاما تقرأ فيه جوجة السوميسر يعني فوصول Brilliant عامتهك تقرأ هو السوميسر للأول والسوميسر الثاني والعام الثاني تطرأ �했던ыл والثاله والثالث والثالث وكل السوميسرها فهي مختصت كل السوميسر فيها موديل تدوز guests وإن تقرأ موديل booth وسلا فيهااب وذلك ما هي أنهية فقط قالوا بالثالث But fois خمسات الموديل لسا خمسات الموديل لسا تقرأ موديل تدوز في امتحان يجب عليكم تعرفها المهمة أن الفاليدات على 12 إلى 20 يعني إذا كنت فالدي يجب ضروري أي موديل إذا اتقلت 12 إلى 20 يعني فالديات يعني جميع الفاليدات هنا على 12 إلى 20 واضح يعني هنا ملكة ثالية عامين يعني كنت فالدي الموديل من فوق 12 إلى 20 في الوستي هذا يعني أنه في الوستي تنجح بـ 12 إلى 20 إلى فوق يعني الديبلوم تشده بـ 12 إلى 20 إلى فوق يعني هم معنوم إما مستحسن أو حسن أو حسن جدا معنوم مقبول هم في الوستي يعني كنت تشده بأسيبية هذه معروفة مزيان الديبلوم الذي تشده تشده بـ DUT ديبلوم إنيفرسيتي غدو التكنولوجي مزيان من الذي تشده الديبلوم؟ وعنك جوج ديال ليشوها إما تتقلب على الرأس تخدم إما تكمل قرائتك واضح نتامل إنيفرسيتي غدو التكنولوجي ودفع المدالية تكمل قرائتك يجب أن نكمل قرائتك إنيفرسيتي غدو التكنولوجي إجازة مهنية إجازة مهنية ليشوها المدالية ليشوها المدالية إما تشد إجازة تكمل في الوستي إما تكمل في إجازة واضح إما تكمل في العفاق في العفاق ليشوها المدالية إنت قلنا لن تكون الوستي ليس كل شيء الوستي 18 يوستي في المغرب كمنا فيها لصنص الوستي لن يوجد مدال فيه لصنص وكما مدالة مثلا في حال الداخل لديها لصنص 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 مزيلا إما تقلب على خدمة بالنسبة الوستي تقدر تخدم الشركات المعروفة في المغرب العمومي وكما لونيب لوينو تقدر تخدم في البنك تقدر تخدم في السورانس إلى آخر موجود تقلب على رأسك واضح إلا بدأت كما قرأتك أنا كنا نصح أي شخص يدفع سيفيات يتقيف وفي نص الوقت يتقيد لأنه تقدر تتخدم خدمة ويكون لديك الوقت لتقرأ واضح تتخدم وتقرأ في نص الوقت هي صعبة مزيلا لذلك فهمنا مزيلا الوستي لذلك أحسن 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 أي أعد сталиما تجديون دائما التطاقة الريحية ويالا التطاقة التتمسية إستقرار أيضا كمشفون ولكن إذا لقيت أنت جينيكتريك أو جيني إنيجي غنفلابل أو إنيجي انفرماتيك، تقيد، غمض عينك ودخل واضح، تقيد فيهم وغمض عينك ودخل هذه دورة مقبولة ومقابولة وتقدر تخدم بهم بالنسبة للغي سوالي، وماذا؟ اللي يستيقن، اللي بدنا تقيد فلكن دودت امتيحان؟ لا، بالنسبة للباق، لا تدود الامتيحان لو هذا الباق دابا بالنسبة للباق بلس دو باق بلس دو، قرأت المثال العامين في المعهد أو قرأتها في الالفاق، أو قرأتها في البتي إزال، وأنتم تتقيد تستطيعون أن اليوستيل لديهم مقابلة، الذي يوجد إجازة المهنية في المستشفى إلى مثال الوصول لسوالي نأخذ مثال الأيومي السوير مثلا، وهذا هو لسوالي لسواليك هو لسواليك بأن يحمي في العمل ويحمي في الإجراء في الامرات من الثانية، تعريف الشيء، ما هي الطبيعة؟ نحن نعطي عن 200 مراجمين يستبحظون بأحدهم في الستير الذي فيهم ونسرل بروفيسيوني في يخرجون البوست إما الناس الذين يقرأون في الستير إما الستير التاني في الستير التاني بتاهم يأخذهم نسل الـ BTS يأخذهم الناس للأفاق يأخذ النسل المعهد يأخذوا نسبة مئاوية مثل كل نسل المعهد نأخذ مثل 31 من الاربعات منهم لأن الناس يأخذ خلال الناس للـ BTS سنأخذوا 1 من 10 منهم الأشخاص الذين يأخذون 50 منهم و 40 الأشخاص الذين يأخذون 10 منهم من مجموعة تقريبا يكون 60 ما بين 50 و 60 يجمعون و ماذا يأخذون ولكن كما تقيد في الليسانس تدوز امتحان تقيد بدأك تدوز بخيط سيلكسيون تدوز واحد الامتحان واضح على حسب الشعب اللي تقبلتك لأنك تقريت انت عامين ديجا وتكمل عام ثلاثة تدوز واحد الامتحان إذا تقبلتك أحد الشكل المهم بالدفع الليسانس نفس لأنك لا تقيد بخيط في العلم tau و تجمع الهواتف يتطعم على مز 총 prossين سيحدث بعض الأشخاص الصبار يسبب بعض الأشخاص الصفارات تجمع الدوس و يجري المدرسة التي تقييدك في انتها مثلا كن يستيو مثلا كن يقول الله درس على السويرة سوف تمشي للسويرة و سوف تدفعه في السويرة سوف تدفعه في السويرة إذا لم تدفع وكالة يدفع لك ويدفع لك لا يبدو لك في الوكال لك قطيره وكالة يقيدك جيد يعني يخطي الدوس العادة ساعة سنة ولكن عندما تدفع الدوس بلما سوف يأعطوه لك واضح، يمكنون ان في العام الكورونا تقريبا حيثوا القديل لان يمكنهم اختلاط واية الزفار ولكن أعتبر انه لا يمكنك تدفع دوسط ديالك لا تسناش تقييد فطنت تسمنات على تسمنات وماذا يتعلم مزيان لذا اعيطه يقل لك راكي دو خرج الله لجل الناس الذين يتقبلو تحدثون الدوز لم تحضن د którą تسمع الان ثانى الى خرج طرز وطاق وعندما تقبل فت leanas tan تقوم مع الان اجد وان ما نجحت اسراء ما نجحت اسراء وان ينشفش راكي من دراسة اخرى يثير على طريقة الوصف في ايدي تقدر تقيد من المقدم العملية تقدر تقيد حاء المقدم will return تقدر تقيد دولة في المقدم و ترى في حيات التدك تقرأ فيها و ترى مثل الإجرازة تصدق تعدون لأنه لفاق المقدم تقرأ في المستر إلى أخري تكلمون وتقدر تكمل الدكتورة يعني ما نقدر نبدأ من الاستي حتى الدكتورة واضح ولا من المعهد ولا ملافق حتى الدكتورة ولا حتى المستر واضح هذا كان الفيديو مخصص على المدراسة العليا للتكنولوجيا الاستي نقطة قريبا عطيتكم جميل المعلومات التي ستجعون على الاستي كنتم منى انكم يعجبكم هذا الفيديو هذا وتشاركوا في قناة ديالي وتفعلوا جرس باش اي فيديو كاللحوك يوصلكم تملولين اتبعواني على انستغرام ديالي اللي يعني اي سؤال اتبعواني على الفيسبوك ديالي وبتوفيق الناجح ان شاء الله